اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم على المحليل الوريدية ايه انواع المحليل؟ ازاي نختار النوع المناسب للعيان بتاعنا؟ والحلقة دي مخصصة للاطباء والطاقم الطبي ومتنساش في البداية كده دوس لايك وانت معانتي لو عندك عيان سكره منخفض وخلاص داخل على غيبوبة السكر المنخفض العيان ده دي له جولوكوز 25% او 50% وفي حلقة عن غيبوبة السكر المنخفض الرابط بتاعها هسيبه لك تحت تقدر تشوفه غير كده اي عيان تاني في الطوارئ محتاج لمحلول عشان يعوض السوائل بتاعته سواء كان عنده اسهال عنده نزيف عنده نزلات معاوية داخل عمليات او اي سبب تاني ادي له محلول ملح 9 من 10% بس كده وفي النهاية نهاية ايه استنى بس يا دكتور انا كنت عايز اعرف التفاصيل كلها والانواع ويعني ايه محلول ايزوتونيك ومحلول هايبرتونيك وهايبوتونيك وامت استخدم كل نوع من دول كده يبقى انت اللي جبته لنفسك يا عم هندو ركز معايا بقى جسم الانسان الطبيعي بيكون حوالي 60% من وزنه مية او سوائل يعني لو عندك شخصي 100 كيلو بيكون 60 كيلو من وزن دول سوائل ال60 كيلو دول متوزعين بقى ازاي في جسمه تلتين الكمية دي بيكون داخل الخلايا في الانسجة المختلفة بنقول عليه intracellular fluid يعني سوائل داخل الخلايا التلت الباقي معظمه بيكون في المسافات او الفراغات اللي بين الخلايا بين الخلايا وبعضها مسافات اسمها interstitial space وجزء بسيط جدا هو ده بقى اللي في الاوعية الدموية في الاوردة والشرايين اللي هم 5 لتر دم اللي بيجروا في الدورة الدموية اللي انت تعرفه وبنسميه intravascular معنى كده ان الدم بتاعنا يمثل جزء بسيط جدا من كمية السوائل الموجودة اصلا في اجسامنا وطبعا الانتراvascular والانترستيشيل اللي اتنين دول برا الخلايا فبنسميهم extra cellular fluid تمام لحد كده عموا بندوق تمام يا دكتور تامر يا رجل يا مساءل في قاعدة بقى عايزك تعرفها اي منطقتين فيهم سوائل وكل منطقة فيها مواد زائبة او عناصر زائبة جوا السائل بيك تركيز معين والمنطقتين دول بينهم غشاء شبه منفذ للسوائل فالمنطقة اللي فيها تركيز اعلى من العناصر والمواد الزائبة جواها بنسميها hypertonic والمنطقة التانية اللي فيها تركيز المواد قليل بنسميها hypertonic والسوائل دايما تحب الhypertonic يعني هتسيب الhypotonic وتطلع للhypertonic ودي قاعدة مهمة جدا اللي هي الاسموزيس ونفس القاعدة دي بتطبق على جسم الانسان يعني الفلاود او السوائل في الثلاث مناطق الرئيسية اللي قلنا عليهم في جسم الانسان يا اما انترافاسكولر يا اما انتراستيشيال يا اما انتراسيلولر ففي عملية توازن دايما بينهم لو في منطقة اختل فيها التوازن ده بيقدي الى مشاكل زي ايه مثلا لو عندك عيان بدأ يفقد البروتينات اللي موجود في الدم بتاعه لسبب ما عنده مشكلة في الكلة مثلا فبدأ يفقد الالبومين او البروتينات وبكده تبقى كمية العناصر او المواد الزائبة جوه الدم قلت فكده الدم يعتبر اصبح hypotonic فعشان كده السوائل تخرج من الدم للانتراستيشيال سبيس وبكده جسم الانسان ممكن يورم عشان السوائل خرجت من الاوعية الدموية الى الانتراستيشيال سبيس وفي نفس الوقت الدورة الدموية فيها قصور مش قادرة تغزي الاعضاء كويس لان كمية الدم قلت لو فهمت اللي انا قلت ده كله يبقى انت عايز المحلول يعمل ايه في الخلايا بتاعت العيان يعني انت لو عايز تدعم الدورة الدموية بتاعت العيان العيان نزف مثلا او عنده اسهال وانت عايز تدعم الدورة الدموية بدون ما تأثر على الخلية مش عايز لا تدخل فيها سوائل زيادة ولا تخرج منها سوائل زيادة في الحالة دي تدى العيان بتاعك ايزوتونيك فلاود محلول تركيز المواد اللي دايبة جواه زيها بالزبط زي تركيز الدم وبكده نحافظ على الخلية وبندعم الدورة الدموية الى حد كبير طيب انت عايز تدعم الخلية بتاعت العيان وعايز تدخل جواها كمية من السوائل في الحالة دي تدى العيان بتاعك هايبوتونيك فلاود لان السوائل هتسيب الهايبوتونيك وتروح للخلية اللي في الوقت دي تعتبر هايبرتونيك مقارنة بالفلاود اللي انت اديته وبالدم في الوقت ده عايز تعمل العكس الخلية منتفخة وفيها سوائل كتير انت عايز تسحب منها شوية سوائل ادى العيان ده هايبرتونيك فلاود واحنا بنحكم على اي محلول انه هايبوتونيك ولا هايبرتونيك ولا ايزوتونيك مقارنة بدم الإنسان اللي شبه دم الإنسان من حيث تركيز المواد اللي جواه يعني بنقول عليه أيزوتونيك لأ تتركيز المواد اللي جواه كبيرة أكتر من دم الإنسان بنقول عليه هايبرتونيك طيب تركيز المواد جواه أقل من تركيز البلازمة أو دم الإنسان بنسميه هايبوتونيك نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع اسكت انت نعرف الناس دي كويس يعني يا دكتور تامر إيه أشهر المحالية اللي موجودة واستخدمها إمتى اول نوعي عم بندق بقى هنكلم عنه هو الجلوكوز او ديكستروز 5% دي 5W يعني انووتر في منه انواع تانية بتبقى فصلين او رينجر بلاش نتكلم عنها عشان ما انتهش لكن تركيز 5% انووتر ده محلول ايزوتونيك يعني تركيز المواد جواه زيها تقريبا زي الدم وفي منه تركيزات تانية 10% 25% و 50% ودول طبعا هيبرتونيك اكتر استخدام لمحلول الجلوكوز او ديكستروز ده بيكون في حالات غيبوبة السكر المنخفض وفي حلقة عن غيبوبة السكر المنخفض زي ما قلتلك الرابط بتاعها في الوصفة اسفل الفيديو كمان بنستخدم الجلوكوز ده في بعض حالات الهايبركاليميا ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم كمان لو عيانة يعني بتقولك انا مكلتش طول النهار وهطانة ممكن تعلق لها جلوكوز 5% كنوع من انواع الدعم الغذائي لكن نخلي بالنا ان الجلوكوز 5% مش بنستخدمه لدعم الدورة الدموية بشكل كويس يعني ما ينفعش اعتمد عليه كسائل تعويدي في معظم الحالات لانه بالرغم من انه ايزوتونيك لكنه لما بيدخل الجسم الجسم بيمتص الجلوكوز ويسيب المية فالمية هيبوتونيك في الوقت ده فبرضه مش هتبقى في الدورة الدموية الفترة كبيرة وهتنتشر في الانترستشلس بيس وفي الخلايا كمان لازم نعرف ان التركيزات العالية من الجلوكوز بتبقى إيريتانت بتعمل التهابات في الاوردة فلازم لو استخدمتها استخدمها في وريد كبير وممكن قدي بعده صلاين فلاش عشان ما يحصلش التهابات في الاوردة كمان بعض انواع الحقن ما ينفعش احطها على الجلوكوز زي بعض انواع حقن الحديد مثلا بعد كده هنتكلم على محلول الملح بتركيز 9 من 10% المحلول ده ايزوتونيك يعني نسبة العناصر او المواد اللي دايبة جواه زيها زي البلازمة او زي الدم وبكده يكون هو بيقعد في الدورة الدموية الى حد كبير مش هيدخل في الانترستشلس بيس بشكل كبير وفي الخلايا بشكل كبير لو عيان ضغط واطي فانت ممكن تدي له المحلول ده لو عيان عايز تعود جسمه بالسوائل عشان هو فقدها سواء مثلا كان في حدثة في نزيف في عملية جراحية عنده هنازلة معوية عنده سيبسيز او زي ما بيقولوا عليها تسمهم في الدم اي حاجة من الحاجات دي تقدر تدي محلول الملح بتركيز 9 من 10% ومعظم حالات الطوارئ اللي انا شفتها كانوا بيتكلموا على اننا ندي محلول ملح 9 من 10% من مميزات المحلول ده ان اي حقن وريد ينفع تحطها عليه مش زي الجلوكوز في حاجات تتحطوا حاجات لا ده كان تركيز 9 من 10% اللي هو ايزوتونيك لكن في منه تركيزات تانية اقل يعني مثلا 45 من 100% 33 من 100% 22 من 100% فدي هايبوتونيك سيليوشانز دلوقت استخدامها قل كتير كانوا زمان بيستخدموها في بعض حالات الدي كي اي وحالات الاتش اتش اس لكن حاليا استخدامها قل كتير جدا نظرا للمشاكل اللي حصلت منها لان هي بتتجاه اكتر داخل الخلايا ومش بتدعم الدورة الدموية بشكل كويس كمان محلول الملح ده في منه تركيزات عالية زي 3% 5% واحيانا 7% والتركيزات العالية دي هايبوتونيك طبعا لو اديتها العيان فانا بسحب السوائل من الخلايا وخليها تيجي للدورة الدموية بس طبعا دي حاجة مش كويسة بستخدمها في بعض الاحوال فقط زي مثلا حالات البرين اديمة عيان عنده مثلا ارتشاح على المخ ففي الحالة دي بيكون مفيد عشان اقلل الارتشاح ده واقلل الضغط الداخل للمخ كمان ساعات استخدم الهايبرتونيك سالاين ده في حالات الهايبوناتريميا اللي هي انخفاض نسبة السوديوم في الدم بس طبعا في الحالات الشديدة فقط كمان ساعات يستخدم في حالات الاس اي اي دي اتش بعد كده هنتكلم على محلول رينجر لاكتيت وهو ده المنافس القوي لمحلول الملح الرينجر لاكتيت بيكون جواه سوديوم بوتاسيوم كالسيوم والسوديوم لاكتيت من اشهر الاستخدامات بتاعته في حالات الحروق حالات السيبسيز حالات الاكيوت بنكرياطايتس التهاب حد في البنكرياز وهو اصلا ينفع السائل تعويدي في كل الحالات اللي احنا قلنا عليها بالنسبة لمحلول الملح تسعة من عشرة في المية والمقارنات بينهم كتير يقولك محلول الملح احسن ولا الرينجر لاكتيت احسن لكن مفيش افضلية معينة لأي منهم لكن انا عن نفسي لما كنت اقرف الكتب كتير في اي حالة من حالات طوارئ وغيرها وغيرها كنت بشوفه بيقول دايما محلول ملح مش رينجر لاكتيت لكن الاتنين ينفعوا في معظم الاحوال وجود اللاكتيت في الرينجر لاكتيت ده بيتحول في الجسم الى بايكربونات فبيساعد شوية في بعض حالات الاسيدوزيز او حامدية الدم واللي ممكن تحصل مع بعض المرضى زي العيانين اللي عندهم سيبسيز او تسمم في الدم زي ما قلنا الرينجر لاكتيت لا يفضل استخدامه مع مرضى الفشل الكابدي اللي عندهم ليفر سيفليار ولا العيان اللي البي اتش بتاحته اكتر من سبعة ونص ولا العيان اللي عنده لاكتك اسيدوزيز والرينجر لاكتيت ده محلول ايزوتونيك زيه زي النورمال صالين تسعة من عشرة في المية بعد كده في محلول تاني اسمه رينجر اسيتيت ده برضو ايزوتونيك لكن استخدامه مش كتير حاليا ساعات بيستخدموه بدل الرينجر لاكتيت لو العيان عنده ليفر سيفليار او فشل في وظيف الكبد او لو العيان عنده لاكتك اسيدوزيز لكن استخدامه مش كتير حاليا في بعد كده بقى محلول اسمه منيتول عشرة في المية وعشرين في المية وده محلول هايبرتونيك بنستخدمه في حالات البرين اديمة او ارتشاح سوائل على خلايا المخ مع انكريز انترا كرينيال بريشر فبرضو بستخدمه عشان اقلل الضغط داخل الخلايا عن طريق انه بيسحب السوائل من الخلايا دي كمان يستخدم في بعض حالات الجولوكوما وكمان بيستخدم في الاكيوت كيدني انجري او فشل في وظيف الكلا الحاد او اصابة الكلا الحادة لانه بيعمل اوزموتيك دايوريسيز فبيبقى مفيد في الحالات دي وبكده تبقى دي معظم المحليل اللي انت ممكن تشوفها وفي النهاية احد اسمه 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 سنة بس نرسة ماما امار يا دكتور ايه هي المحليل اللي بنقول عليها كولويدز و ايه هي اللي بنقول عليها كريستولويدز و ايه الفرق بينهم بص يا عم بندو كل اللي انا اتكلمت عليه قبل كده ده اسمه كريستولويد يعني محلول ملح جولوكوز رينجر لاكتات رينجر اسيتات مانيتول كل دول كريستولويدز اما الكولويدز فدي محليل تانية المواد اللي دايبه جواها بتكون كبيرة في الحجم زي البروتينات وده بيديها ميزة كبيرة ان هي لما نديها العيان بتبقى في الاوعية الدموية بتاعت العيان ده لان هي صعب ان هي تخرج من الشعيرات الدموية نظرا لكبر حجم المواد اللي دايبه جواها وبكده العيان بتاعك لو انت عايز تزود الدورة الدموية بتاعته 500 سنتي تديه له 500 سنتي بس كولويدز لان هما زي ما قلتلك بيستمروا في الدورة الدموية وما بيخرجوش للانترستيشالي سبيسيس وبيعودوا لفترة اطول اما بالنسبة المحلول الملح والرينجر والحاجات دي فاللي بيتبقى بس في الدورة الدموية حوالي تلت الكمية اللي انت اديتها فانت لو عايز تحسن الدورة الدموية 500 سنتي محتاج تدي حوالي لتر ونص مثلا صلاين او اتنين لتر او زيهم رينجر لاكتيبز لكن الكولويدز مش كده والكولويدز ليها مشاكل برضو زي مثلا ان هي غالية في التمن وان ممكن يحصل منها حساسية او انفلاكسس بخلاف الكريستولويدز اللي في الاول دي رخيصة في التمن ونادرا ما يحصل منها حساسية ومحاليل الكولويدز دي في منها انواع طبيعية اصلا زي الالبيومين والفريش فروزن بلازما وفي منها انواع مصنعة زي الديكسترانا 40 وال70 وزي الهايدروكسي ايطايل ستارش واللي منها الجيل التالت دلوقتي اللي هو التترا ستارشز اللي هي زي الفولفن والهستريل وده يعتبر من احسن الكولويدز حاليا دلوقتي واستخدامهم اوسع شوية في كمان الجيلاتينز وفي كمان اليوريا لينكت جيلاتينز زي الهماسيل وفي كمان الجيلو فيوزين مثلا لو عندك عيان عنده تورم مثلا لانه عنده فشل في وظيف الكبد او عنده مشكلة تانية ففي تورم في جسمه اصلا وعنده قصور في الدورة الدموية فانت عايز تسود الفوليم بتاع البلات شوية في الحالة دي الكولويد بيكون اختيار كويس لانه مش هيخرج برا الاوعية الدموية ويسبب المزيد من التورم او المزيد من الاديمة بالعكس هيفضل في الاوعية الدموية وهيكون مناسب شوية في الوقت ده لكن عموما الاشهر استخداما هما الكريستولويدز محلول الجولوكوز او الدكستروز محلول الملح الرينجر لاكتيت والمرينجر اسيتيت والمانيتول لو عايز تعرف انت اكتر عن الكولويدز واستخدامهم هسيب لك الرابط بتاعهم تحت اسفل الفيديو في الوصف او في اول تعليق وبالمرة بقى طالما اتكلمنا عن محاليل كتير في محلول اسمه امينو ليبان بيكون دي التركيبة بتاعته بنستخدمه مع مرضى الغيبوبة الكابدية ومرضى الفشل الكابدي بس بشرط ما يكونش فيه قصور شديد في وظائف الكلا وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة بقى واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة